ردا على اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض الاعتراف أحدية الجانب بدولة فلسطين الرئيس الأمريكي أضاف أن حل الدولتين أفضل سبيل لجلب استقرار طويل الأمد وعامل مهم لأمن إسرائيل مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتحقق من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس من خلال اعتراف أحدي الجانب مستشار الأمن القومي الأمريكي بدوره جيك سوليفين قال إن من حق كل دولة اتخاذ القرار بشأن الاعتراف بفلسطين أما وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدع لموقف أوروبي موحد فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية اشتركوا في القناة